السلام عليكم ويانطيكم العافية اليوم إن شاء الله راح نشرح لاب رقم 3 من مادة البيريو راح نحكي عن البريدونتال إكزاميناشن والبريدونتال تشارتينج فصلوا عنا بي أول شي يحكي لنا شو هو الدينتال إكزاميناشن إكزاميناشن يعني فحص دينتال إكزاميناشن يعني أندي أفحص الأسنان واللثة وأقرر هل هم صحيين أو فيهم أي مشاكل بالبيريو الإكزاميناشن اسمه بيريدونتال تشارتينج يعني بجيب مخطط وبدخل فيه أرقام ونقاط هاي الأرقام ونقاط تدلني قداش هاي اللي الثة صحية أو مش صحية في البريدونتال إكزاميناشن we need a specific kit حسب أي عيادة احنا بندخلها بيجينا kit يعني مجموعة أدوات مسكرة ومعقمة بعيادة الكونز بتكون الأدوات مختلفة عن عيادة البيريو مختلفة عن عيادة السيرجري فإحنا لازم نكون عارفين بكل kit إيش الأدوات الموجودة فيها وكيف نستخدم كل أدوة فاليوم بنحكي عن الأدوات اللي بتجينا بالبريدونتال أو بعيادة البيريو الكتل اللي بتجينا بعيادة البيريو أول شيء وأهم شيء رحكون موجود فيها هي الأدوة اللي احنا رح نستخدمها بالإكزاميناشن هي ببريدونتال بروب اللي أوريدي انتو بتعرفوها واستخدمتوها بعيادات الكونز ولكن اليوم رح نعرف تصنيفاتها وأنواعها أكتر بيحكي لنا هي أدوة نستخدمها كتير بفحص الليثة يعني الهدف الأساسي من استخدامها إن أجيس البوكت دبث إيش يعني البوكت دبث اللي هي السلقس اللي حوالين قداش عمقها وعمقها بدلني قداش هاي الليثة صحية أو مش صحية دير تبس شود بي بلونت وما منستخدم بوينت التب ومنستخدمها سب جنجيفالي في أكتر من الكلمة بهاي الجملة أول شي عندنا بوينتد إيش يعني بوينتد يعني إنها زي نايف إتش زي كإنها حادة أوك ولكن بلونت يعني نهايتها دائرية هيك شوفوا هات البروب نهايتها دائرية بهذا الشكل مش حادة ما بتجرح فبستخدمها سب جنجيفالي طبعش يعني سب جنجيفالي سب جنجيفالي يعني تحت اللث ولكن لما نحكي سبرا جنجيفالي يعني أنا بشتغل فوق الثه سبرا فوق أوك ففوق اللثه صبرا تحت اللثة سب جنجيفالي فأنا بدي أشتغل تحت اللثة ما بدي أجرحه حكون بشتغل بمكان أنا مش شايفه فبدي أشي كون بلونت مش بوينتد أوك Because it will lead سوفت تشو تروم رح أجرح اللثة إذا استخدمت أشي بوينتد بمكان sub gingival. they are made of stainless steel. الperidontal probe بكونوا مصنوعين من stainless steel ولهم اكتر من نوع. رح نحكي عنهم واحد واحد. اول شي عنا الماركيز بروب. هو اكتر نوع مشهور واكتر نوع يستخدم. موجود عليه two color coded. شوفوا. هاي في مكانين ملونين. اسمهم two color coded. بيتقسم من بيبلش من zero. بيوصل لثلاث. هاي المنطقة بتكون مش مش ملونة. مش color coded. بعدين بيمشي كمان ثلاث بيوصل لستة مل. بيمشي كمان ثلاث بيوصل لتسعة. كمان ثلاث بيوصل لاثناش. اذا بيسألوك شو البروب اللي فيه two color coded تحكي له ماركيز بروب. بيسألك مثلا ماركيز بروب بايش بيبلش. بتحكي له بزيرو. كم مل بيصل لاثناشر مل. اوكي. النوع الثاني يو ان سي ففتين. يو ان سي ففتين. يقرأوا كل حرف لحاله. اوكي. شين ففتين يعني عليها خمسة عشر اوكي. وطولها خمسة عشر مل. الماركيز اللي عليها. شوفوا. كل مل لو خط. عدا رقم خمسة وعشرة. عبارة عن باند. مش خط. مش لاين. عبارة عن اريا كاملة مليانة بي. او. كالر كودد. فخمسة وعشرة. وملاقي هون رقم خمسة عشر. هما اللي. كالر كودد. الباقي. لاين. اوكي مش اريا. وطولها خمسة عشر. وهي اكتر شي اكيوريت. ليه? لان كل ما البروب كان الماركز تابعونه اكتر. يعني العلامات اللي موجود عليه اكتر. هيكون اسهل الي باني اشوف لوين الدبث تاع السلكس. فبكون دقيق اكتر. راح نروح على النوع رقم اربعة. وبعدين نرجع على النوع رقم ثلاثة. اول شي. عنا ام بروب اسمه مشيغن او بروب. هاد البروب طوله تمانية مل وفيه تلاتة لينز. هادول التلاتة لينز عند رقم ثلاثة وستة وتمانية مل بدون اي منطقة كالر كودد. اذا اللي بكون خط اسمه لين. اللي بكون منطقة هيك مضللة اسمها كالر كودد. فمشيغان أو بروب ثلاث ماركس أو ثلاثة لين عند ثلاثة وستة وثمانية الفكرة هوين انه اجا عالم اسمه وليام ما عجبه البروب بتاع مشيغان وحب انه يزيد عليه شوية تفاصيل عساس يكون دقيق اكتر ويساعدنا اكتر بيحكي لنا انه وليام عدل على البروب بتاع مشيغان فصار طوله عشرة مل بدل تمانية بدل مكان ثلاثة ماركس فقط صاروا الماركس اكتر بكتير وحذف بس المارك رقم اربعة وستة اذا هو من صفر لعشرة كله ماركس بس في مكانين هم الواسعين او فيهم فراغ هم رقم اربعة ورقم ستة اوكي اذا كانوا ثلاثة ماركس صاروا تمانية ماركس شو المحذوفين التنين هم اربعة وستة وكم طوله عشرة بالمقابل هم كان طوله تمانية اوكي النوع الاخير هو WHO PROBE نقرأ كل حرف الحالة لانه اختصار لWorld Health Organization هذا البروب بيختلف عن الباقين لانه الباقين كانوا كلهم عبارة عن استوانة طويلة ومستقيمة الفرق به WHO PROBE انه بينتهي به BALL فيه BALL SHAPED بنهايته هاي البروب بشكل مستقيم في نهايته BALL بعدين بيرجع بيكمل مستقيم الفكرة وين انه هاي البول الديميتر تبعها نص ملي يعني طولها كامل بديكون كم نص ملي one color coded فيها بس منطقة واحدة color coded ليه من منطقة 3.5 لخمسة ونص ليش بالانصاص لانه البول اخذت نص لحالها فبيحكي لنا من الثلاثة ونص للخمسة ونص color coded مع two lines عند تمانية ونص 11 نص ممكن هذا يعني ازنخ واحد بالحفظ بس مهم الفكرة وين انه يعتبر نوعا ما painful مقارن بالباقين لما انا اظل اطلع هاي البول من السوكت او من السلكس واجع ادخلها اطلعها واجع ادخلها رح يكون البيشنت حاس انه مش comfortable او فيه علم حسب الانفلميشن الموجود فيه انا شوية ملاحظات بيحكينا انه كل ما كان البروب عليه ماركس اكتر كل ما كانت القراءة دقيقة اكتر طب بالنسبة للبروب اللي احنا درسناهم قبل شوي مين اكتر واحد عليه ماركس كان UNC 15 عليه 15 مارك فرح يكون اسهل عليه بالقراءة وعرف انا بالضبط لوين وصلت بالسلكس اذا UNC probe هو اكتر واحد accurate بيحكينا يعني لو انا دخلت البروب على سن معين جهة البكل وطلع معي البروبينج دبث اتنين اجت الدكتورة فحصات طلع محا ثلات هل احنا غلط لا لا هي غلط ولا انا غلط اذا كان الفرق واحد مل عادي بيكون الموضع acceptable المعلومة الثالثة انو البروب تعطينا القياسات بالملي والملي هاي ممنوع اني احط مثلا تنين ونص تلاتة ونص اذا طلع معي تنين ونص بخليها تلاتة ليه اخليها اكتر مش اقل يعني ليه لما يكون معي تنين ونص ما اخليها تنين ليه اخليها تلات لانه لما انا اخليها تنين انا بخلي الحالة الثالثة healthier than it is يعني اني بخليها صحية اكتر من الواقع اللي موجود هون بخليها مريضة اكتر من الواقع اللي هو موجود من احسن اني اخليها مريضة اكتر اريدي انا رح اعاليشها ولكن اذا خليتها healthier رح افكر انو الوضع تمام طالما اتنين وخلص امرنا تمام كل البوكتس اتنين فعادي لا بيكون بقربها للرقم الاعلى فما بدي اشوف عشار ممنوع نحط اتنين فاصل اتنين فاصل اتنين فاصل ثلاث اي عشار ممنوع بيحكينا the sulcus is an indicator for disease or health stating انا ليه اصلا بفحص the depth of the sulcus لانه السلcus بديلني على صحة اللثة هل هي صحية او هل فيها disease we have two term that describe the space between the junction of the gingiva to the gingival margin يعني المسافة اللي بين الجنجفال المارجن اللي هي السلكس في لها two terms او مصطلحين ممكن نطلقهم عليها بنحكي عنها sulcus اذا كانت الحالة healthy ايشين healthy يعني طولها او القراءة تاعت البروب لما انا دخلت جواها من صفر لتلاتة مل بالمقابل اذا كانت اكتر يعني حالة disease بحكي عنها بوكت اذا كانت اربعة خمسة ستة او اكتر تكون حالة disease بنسميها بوكت فكذا الخيص كيف تيجي الاسئلة بامتحان two color coded probe بيسألك شو هي اللي البروب اللي عليه two color coded تحكي له ماركس او نيبر اللي رح نحكي عنه بعد شوي في one color coded probe الوحيد اللي في one color coded هو WHO probe ميلي عليه 15 marks او 15 line هو UNC 15 وهكذا بتيجي الاسئلة وانت بدك تكون حافظ التفاصيل تاعت كل probe وهدول برضو البوكتين هدول برضو اللي تختبروا حالكم probing pocket depth الفحص اللي بنعمله لما ندخل البروب داخل السلكس لنشوف كم العمق تاع السلكس فبيحكي لنا ذريد بيبلش قراءتنا من الجنجيف المورجن لا الباز بيبلش القراءة من الجنجيف المورجن اللي هون طرف اللثة لنهاية depth نهاية البوكت الموجودة جنتلي ايش يعني جنتلي يعني انا البروب ما بدخله جوا السلكس وبصير ادز في دز لا المفروض تكون حركتي كتير جنتل كتير بسيطة وما اضغط بشكل كبير عشان بنهاية السلكس في أنا ما بدي ادزه لتحت ما بدي البروب يخزقه وينزل تحته بدي احافظ علي لانه هو شيء مهم عشان ما تزيد البوكت دبث فتكون حركتي جنتل ولو بس ندخل البروب بتقريبا 20 نيوتن او بس كوزن البروب نفسه اللي يدخل بدون اضغط بشكل كبير يعني انا المسكت سن زي هاد مثلا وليقيت بس هاي المنطقة هي اللي فيها ديب ووصل لاشي كبير وكانوا البقين مثلا نفرض انهم كانوا 2 او 3 هل رح احكي انه كل السن في ديب بوكت لا بحكي بس السايت اللي فيها ديب بوكت هي اللي فيها مشكلة الباقيين بكونوا نورمل اذا هي سايت سبيسيفيك وانا ما بقدر اعممها على السن كامل كيف نعرف انه سايت سبيسيفيك او شو يعني سايت السن قسمنا لا ست اقسام ست اجزاء او ست اتجاهات الجهة الاولى اللي هي mid بكل و mid lingual بضل عنا ميزيل و ديستل رح ادي ان منطقة رقم 6 هنا تنزل ويصير فيها ديب بوكت كبيرة هل رقم 4 عم نتوقع انها تكون ضررت لا ما قلها دخل ممكن 3 تضرر اوكي اذا هي site specific ما بقدر احكي عن كل السن في ديب بوكت بس السايت اللي فحصناها ونزل اللي بروب فيها اكتر من 3 هي اللي بتكون فيها disease الباقي اذا كان من zero لتلات تكون امورنا تمام ما بعمم على السن كامل بحكي انا انا بدخل البروب مرة واحدة بالجهة الوحدة يعني دخلته lingually بدخله من lingual distal بعدين middle وبعدين ميزيل بس ما بضل اطلعه بره الجنجف المارجين بيضل البروب جوا بطريقة اسمها ووكينج تكنيك يعني انا البروب صار هون بمشي خطوات واحد اتنين تلات بهاي الطريقة هيني وصلت middle بحكي لها او بكتب charting القراءة اللي وصلتها هون بعدين هيك هيك وصلت المنطقة الديستل بحط القراءة اللي قرأتها هون اعمق شي بمنطقة الميدل بكتبه واعمق شي بمنطقة الميزيل بكتبه واكتر شي ديبست بمنطقة الميزيل هو اللي بساجله بمنطقة الميزيل فكرة وين اني لو ضلت اطلع بره الجنجف المارجين وارجع ادخله ممكن اول شي اعمل سكب عن اماكن معينة يعني مثلا انا بالاول دخلته هون وجعد طلعته ودخلته هون هاي المنطقة رح سلها سكب ما رح اعرف عنها شانك في عنا طريقة الووكينج تكنيك شغلة تانية لو انا طلعته وجعد دخلته كل شوي البيشنت رح يكون يعني انكمفورتبل ممكن يصير في بين اذا كان في انفلميشن قوي فانا ما بدي اعرض البيشنت لبين لانه التشارتنج اشي كتير طويل بدي امر بهاي الطريقة ع كل الاسنان اذا اتضرر وتألم من اول سنة سنين رح يزعجك لما تكمل باقي الاسنان اوكي وبسجل الديبست بوينت بكل سايت يعني السايت هاتفي كان تلات قراءات انا بسجل اكتر شي عميق فيه وحكينا ليش بهاي نقطة اوكي سلكس دبث represent the health of the periodontium at the site and we have some terms اذا في الدبث تاع السلكس بيدلني هل هاي لثة صحية وهل هاي لثة diseased او لا في عنا اكتر من مصطلح برضو بنعرفهم عن طريق البروب او البروبينج دبث المصطلح الاول هو recession ايش يعني recession انه gingival margin تنزل عن سمنتو انام الجنكشن ايش يعني انا اشوف السمنتو انام الجنكشن بعيني يكون واضح هاي بدنا نشوف هاي الصورة في عنا سمنتو انام الجنكشن هون بالوضع الطبيعي الجنجف المارجن وين فوقه طرف اللثة بكون فوقه اذا صار recession الريسشن بيخلي الجنجف المارجن تكون تحت السمنتو انام الجنكشن يعني تكون طرف اللثة هون فسمنته ينام الجنكشن هاضه انا بكون شايفه ظاهر الي على الأورال كافيتي هاي معنى بالنسبة للكال يعني صار في فقدان بالاتاتشمنت تاع الجنجيفة بالسن وهذا الاشي كلينيكال انا شفته كلينيكالي مش على الرايديوغراف رح نعرف تفاصيله لقدام بنيجي لالفكرة اللي احنا بنحكي عنها من بداية اللاب هاضه اللاب بيحكي لنا كيف نعمل والإكزامينيشن والإكزامينيشن بالبيريو اسمه periodontal charting شو يعني charting انا اجيب مخطط زي اللي موجود بالصورة هون وهاضه التشارتنج احدد في القراءات اللي بدي اقراها ارقام ونقاط هالأرقام ونقاط بدلني هل هاي اللثة هي periodontal health صحية او gingivitis فيها التهاب اللثة او periodontitis التهاب بكل الأنسجة المحيطة بالأسنان هاضه التشخيص او diagnosis ما بقدر اوصل له اذا ما استخدمت هاضه التشارت اذا ما سجلت الارقام ونقاط الموجودة فيه بحكي لنا so that the way you reach your final diagnosis is by periodontal charting ما بتوصل الى 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 عن طريق هاضه التشارتنج this is your periodontal chart you start with the name of the patient منبلش به الاشياء الاساسية اسمه patient الفايل نمبر الفايل نمبر بالعيادات رح يكون انه ما بيدخل الى 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 اذا فتحت له ملف وهاضه الفتح الملف بيعطيه رقم معين رقم الملف هاضه بيتسجل على ال periodontal chart والتاريخ اللي انت فحصت فيه ودخلت فيه هاي القراءات ليه؟ عشان يكون زي مرجع لإلك لما انت تفحصه مرة تانية تشوف قديش صارت الوضع احسن او الوضع صار اسوأ طيب نركز به هاضه التشارت استكبر هاضه شوي شوفوا فيه عندنا هون بنص خط هذا الخط يعتبر المد لين المد لين فيه عندنا هون الارقام من واحد لتمانية من واحد لتمانية هاي الارقام اللي احنا منحفظينها للأسنان رقم واحد هو السنترل من فوق بنحكي عن الأسنان الأبر ومن تحت بنحكي عن الأسنان اللور نفس الشي لرقم اثنين لكل الأسنان تمام تمام كمان شغلة السن رقم تمانية هو الوزمتيث او الثرد مولر الثرد مولر غالبا احنا ما بناخد له القراءات لانه عادة يا ما بكون مغمور او انه طالع منه كسب والكسب التاني لجوه او مخلوع فهو عادة عند اغلب الناس عنده مشكلة او ما بتكون قراءاته صحيحة 100% واصلا السن بيكون كتير بوستيرير صعب ندخل لبروب مثلا ديستالي للا ايت ما بقدر اقرأ انا شو ال بوك الدبث لالديستال بالايت فلما انا افحص الأسنان بوقف عند رقم سبعة تمانية ما بفحصه اذا مش موجود بحط اكس ولكن عادة انا ما باخد له قراءات وقفت عند سبعة بلاقي انه كل رقم مثلا سن رقم واحد له 6 بوكس 6 بوكسز او 6 صناديق هاي 6 صناديق بدلني لها اكثر من شغلة شغلة الاولى البوكسات اللي فوق بدلني على البوكسات اللي تحت بدلني على اللينجول شغلة التانية انه البوكسات هاي كل ما كان البوكس اقرب ل الميدلين اذا هو ميزيل اللي بعيد عن الميدلين هو دستل وبالنص هو الميدل اذا هون ميزيل ميدل دستل وهاي المنطقة هي البكل وهاي المنطقة هي البلتل طب كيف اعرف في عنا هون مكتوب بكل وبلتل مكتوب انه هاي المنطقة هي الرايت وهذه المنطقة هي اللفت موجود هون مكتوب انه هدول ابر مكتوب هدول لور بس انت لازم تكون يعني فهم المستطيلات الموجودة هون لكل سن في مش بس 6 boxes مرة واحدة موجودين اكتر من مرة طب ليه كل هدول عشان كل box لقراءة معينة يعني في قراءة لـ bleeding في قراءة لـ cal في قراءة لـ recession في قراءة لـ pocket depth كل واحدة رح نعرفها سبت تفصيل كيف نجيسها ولكن كونوا عارفين الشكل العام لهذا نحكي عن هدول برضو قداش السن هدو بتحرك من مكانه والـ forcation اذا فيه forcation involvement يعني المنطقة اللي بين الجذرين البون اللي فيها ذايب معناها فيه forcation involvement مش ذايب معناها ما فيه forcation involvement وهاض الـ black index اذا فيه black على السن او ما فيه black اوكي نيجي بيحكي لانه عنا سبع خصائص ما نفحصهم لكل سن هدول الاسنان عددهم 7 8 excluded ما نفحصهم لستثني اذا عدد الاسنان الاقصى اللي ممكن نفحصه هو 28 مش 32 وممكن يقوله اذا ايش اذا كنا عاملين extraction لأسنان تاني كل توث في عنده 6 boxes 3 upper boxes و 3 lower boxes عند البكال سايد فيه 3 وعند اللور او البلتال سايد فيه 3 التلاتة هدول عبارة عن distal و middle و mesial و we major from the gingival margin downward into the sulcus depth اش يعني يعني احنا بنفحص من مطقة الجنجيب المورجن لا باتجاه السلكس قياساتنا دايما جاية من الكورونال بورت لا الابيكال بورت هاي معلومة كتير مهمة انه ما تبلش قراءة من السلكس و هاسا رح تعرف ليه في ناس تبلش قراءة من السلكس ناخد مثال بيحكينا patient عنده ستة مل ريسيشن ميزيلي and تو ميلي متر middle and distal نيجي على التو بوكسز اللي موجودين حكالي انه مثلا هدول الموجودين بالبقل فانا باجي على البوكسات اللي موجودة جهة البقل النص بديكون هو الميدل حكالي الميدل فيها 2 مل و ديستلي فيها 2 مل فبسجل هون 2 وهون 2 حكالي ميزيلي في سكس ريسيشن فبحط عند السكس عند الميزيلي بس هيكين الوضوع جدا بسيط بس الفكرة انه البوكسات كتار فهم كلبين ايادا مخربط فيهم نرجع حكينا عن ريسيشن بشكل سريح هسا رح نفهم اكتر شو هو ريسيشن مستحيل انا اشوف سمنتو انام الجنكشن بالوضع الصحي والطبيعي الى الاسنان بيحكي لنا when the gingival margin goes down below سمنتو انام الجنكشن بيصير ريسيشن ولكن بالوضع الطبيعي بتكون السمنتو انام الجنكشن مغطى هي المسافة بين السمنتو انام الجنكشن والجنجيبل مارجن هاي الفكرة اللي بنحكيها انه احنا من نقعد نقرأ من الكورونال لالابيكل بنمشي بالاتجاه هاض كورونالي الكورونال للابيكل ليه لانه ممنوع تحكي بتعريف الريسيشن انه الريسيشن من الجنجيبل مارجن للسمنتو انام الجنكشن لانه انا لما اسمعك بتحكي رح افهم انك انت بلشت من الجنجفل مارجن وروحت باتجاه السمنتو انام الجنكشن اذا السمنتو انام الجنكشن جاي أبيكل جاي تحت الجنجفل مارجن اذا هاد الوضع الطبيعي لما تقول لي مثلا المسافة من الجنجفل مارجن لسمنتو انام الجنكشن 2 هاقولك اوكي طبيعي عادي هاد بروبينج دبث واثنين نورمل ولكن لما تحكي لي المسافة من السمنتو انام الجنكشن للجنجفل مارجن اثنين بفهم من هون جيسيشن هون في مشكلة هون لثة صار لها انحسار ونزلت عن الوضع الطبيعي طب هي اصلا لثة ليه بتنزل بفكرة انه لما يصير التهاب مش حكينة بيصير ريزوربشن بالبون هسا لما يذوب البون اللثة ما بتضل ثابتة ومعلقة بمكانها فوق بتصير كل شوي تنزل وتسحل ورا البون يعني تلحق ورا البون كل ما البون ينزل اكتر كل ما هي بتنزل او بتلحقه اكتر بيكون obvious line يعني بالوضع الطبيعي احنا ما منشوف هاد الخط هون ما منشوف الخط هاد بالاسنان بالشكل الطبيعي هاد هنا هنا وهنا وهون الشغل الثاني انه الستركتشر تبعه مختلف يعني لما انا ادخل او امرق البروب امشي البروب من هون لهون رح لما يوصل لهاي المنطقة يعمل استب او زي كأنه نزل درجة تغير الستركتشر اللي كان ماشي عليه الشغل الثاني انه شوفوا هون الانامل شايني اكتر ولونه وايتر السمنتهم بيل يلو وشكله يعني مش هارد زي الانامل فكاستركتشر مختلف ككلر مختلف كلاين بيكون obvious line وبيعمل استب وتوث بروبورشن ايش يعني النسب بتاعت السن هل انت بادراستك للمولر بتعرف انه المولر حجمه صغير هل عمرك شفت مولر طوله هالقد ما في مولر طوله لهاي الدرجة غالبا المولر بيكون قصير لهون او حتى البري مولر عادة البري مولر قصار البستيريرتيث عموما قصار فما رح اشوف السن طوله لهون واقعد احكي انه لا هذا نورمل حتى لو انا مش شايف السمنت وانامل جونكشن طيب كيف ادخل الريسيشن على الريسيشن على التشارتنج رح نلاقي بالتشارتنج مش مكتوب ريسيشن بالضبط مكتوب من السمنت وانامل جونكشن للجنجيف المارجن كاتب لي المسافة وانا بس اقرأها حفهم انه هاي عبارة عن ريسيشن نفس الشي في بكل وفي بلتل وفي سكس اكسز يعني لو طلعنا هنا على السن رقم سبعة رح نلاقي انه البوكسز فاضين اذا هذا السن ما في ريسيشن لو طلعنا على سكس رح نلاقي انه مكتوب واحد 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 ايش يعني؟ يعني الجنجيفة نازلة عن السمنت وانامل جونكشن بواحد ميل بثلاث اتجاهات ميزيل ودستل وميدل بمنطقة البكل سايد طيب نيجي على الكريتيريا رقم تلعة خلصنا البروبينج دب وخلصنا الريسيشن رح نيجي على الموبوليتي شي يعني موبوليتي هي حركة الاسنان داخل السكت بيحكييني انه الاسنان مش متصلة بشكل دايركت مع البون ليه لانه في بينهم بديل اذا كانت الاسنان متصلة بشكل دايركت مع البون حكييني انه بيكون اسمها انكيلوزز او انكيلوزد تيث اوكي؟ هذا الاشي نت نورمل هسه الموبوليتي يوجولي غبارة عن يعني السن جوه السكت مش ماسك حالو ميح لوس يعني انا ممكن احركه اشارة اشارة اع انه في ديجري اوف بريدونتال ديستركشن ليه؟ لانه البيديل والبون والجنجيفة هاي اشياء كلها مثبت السن فلما يصير بريدونتويتس او بريدونتال ديستركشن يعني تدمير للبريدونتيوم هاي الاربع اجزاء من البيريدونتيوم بتصير تتأكل وتتدمر مجرد ما تأكلت صار السن لوس داخل السكت يعني مش تثابت بمكانه الاشياء اللي بتدعم السن وبتثابت بمكانه صار لها تأكل فانا الموبوليتي اشارة بتهمني وبتدلني قداش في ديستركشن كبير او قليل للسن We use two metal instruments and to measure الموبوليتي ليه انا استخدم الاداتين معدنيات عشان افحص السن قداش موبايل لانه ممكن لما استخدم اصبعي اذا اطلعتوا على اصبعكم الثنب حاليا امسكوه رح تلاقوا انه condensing tissue يعني النسيج تاع الاصبع انا بقدر اضغطه لجوه بدون ما احس عليه كتير يعني لو انا حركت السن باصابعي الاثنين التشو هدول تعون الاصابع رح يدخلوا لجوه وانا ما احس فيهم بالمقابل انا حركات السن هاي بتكون zero point two mil one mil two mil يعني حركات جدا بسيطة بدي اكون كتير دقيق عشان الاحظها اذا استخدمت اصابعي هدول condensing tissue ما رح يورجوني قديش بالزبط الحركة فباستخدم اداتين معدنيات نهايتهم مثلا هنا calcium applicator مع نهاية الميرور هاي مثل وهاي مثل وبصير احاول احرك السن يمين ويسار مش يمين ويسار سري بكة لولنكو والهيكا فاجا عالم اسمه ميلر قسم الموبليتي لدرجات اسمه مهم ميلر كلاسيفيكيشن قسمهم لدقري درجات اول شي يبلش بالدقري زيرو اللي هي الحالة الصحية وغير المرضية عشان نكسميناها زيرو مش واحد لساتها تحت التصنيف لسه الزيرو دقري بتبلش من زيرو موبليتي لزيرو بوينت تو ميلي موبليتي هاي بتكون physiological movement ليه؟ لانه بين السن والسكت في بي دي أل البي دي أل هدول الود تباحهم عبارة عن زيرو بوينت تو فانا بزيك كأني دزيت السن هون بهذا الاتجاه ودزيته بهذا الاتجاه ما في أي تآكل البريدونتيوم ومره تمام وصحية دقري ون بيكون من زيرو بوينت تو ل ون ميلي والحركة بتكون horizontal يعني ببكل ولينقوال ما بودخل لجوه السن وبطلع لا بس بكل ولينقوال الديقري رقم 2 من 1 ل 2 ميل والموبمت برضو هوريزنتل دقري ثري كتير مهمة إنه يكون الموبمت أكتر من 2 ميل والموبمت هوريزنتلي أو أي درجة من درجات الموبيلتي تبريست فيرتيكلي يعني لو ميل بقدر بقدر أدخل السن فيرتيكلي إنه ينزل لتحت جوه السوكت ويطلع منها هاي على طول بتروح على دقري ثري أو بصير جوه السوكتين أنا بقدر ألفه فاهمين إني بقدر كل البيدي المتأكلة هاي مشكلة كبيرة بيحكي لنا we decide the grade according to our feeling for the tooth not by actual measurements يعني لو أنا قستها بين two metals and tool ولما قستها طلع معي one mil ولكن أنا إحساسي إنها أكتر وإحساسي إنها مثلا صار لها vertical depression لما أنا فحصتها فبحطها ب our feelings يعني شو حسيت حسيت أنا depressed معنا خاص depressed حتى لو أنا مش قادر إقياس بالضبط كام note when there is more mobility لما يكون في حركة أكتر that's mean worst scenario يعني الوضع أسوأ إذن البريدونتيوم متأكلة أكتر فيها destruction أكتر الموبيلتي مش سايت سبسيفك يعني مش جهة واحدة من السن اللي صار فيها موبيلتي وجهة تانية لا فيه التوث سبسيفك يعني كل سن لقيت في موبيلتي بعممه على السن كامل مثلا central insight فيها موبيلتي إذن كل السن في موبيلتي ما بحدد أنه ميزيال أو دستل example if I can press the tooth into socket إشي يعني press أنه في vertical movement إذن هذا grade 3 على طول مهما كانت القياس 1 mil 2 mil مهما كان if we have no mobility أو 0 0.2 mil نترك البوكس فاضي ما بنكتب degree 0 نتركه فاضي we just include the abnormal movement بالmobility اوكي فوركيشن involvement إيش فوركيشن involvement بالأسنان اللي بتكون multi-routed هذا المكان اللي بين الروتس بيكون المفروض مليان bone هذا البون إذا صار له ذوبان معناها في بريدون بريدون إذا صار ذوبان منطقة إذا لقيتها دخلت معناها في فوركيشن involvement فوركيشن it's an area of multi-routed teeth بالأسنان اللي فيها أكتر من root between the roots like molars and pre-molars note in this area we have bone بهذا المكان في عنا الألفيول لما يصير له lost بيصير في فوركيشن involvement أو منسميها فوركيشن involvement لما البيشن يكون عنده poor oral هايجين ممكن يصير عنده gingivitis so we will have apical spread of that inflammation from gingiva انتو connective tissue يعني لما يصير البني آدم مش مهتم بأسنانه بيصير الانيشيال فاكتر اللي هو black biofilm يعمل التهاب بالجنجiva وبعدين الالتهاب هاي سير ينزل apical باتجاه البريدونتيوم لتحت فكل ما نزل أكتر كل ما كان بيشمل connective tissue أكتر كل ما كان بيشمل بريدونتيوم أكتر then it may spread to bone and BDL ممكن يوصل للbone والBDL when the inflammation reached the bone at forcation area لما الالتهاب يوصل للforcation area بسبب bone loss أو bone resorption هاي سيسمه forcation involvement بس زيادة تحكي على اللي حكيناه هون طيب الفركation area عشان تتخيلهم لازم تكون متذكر شو هم الجذور أو الروتس الموجودة بكل سن وين موجودين هدول الروتس بنسبة ل الأبر مولر احنا عارفين انه كل الأبر بيكون شو عندهم ثري روت مش تو روت واحد منهم بلتل والتاني بيكونوا شو باتجاه البقل ميزيلي و ديستلي اذا عندنا ثري روت واحد ميزيلي واحد ديستلي باتجاه البقل و واحد بلتل اذا الثري فركation area وين بدهم يكونوا لو طلعنا عليهم هون هاي البلتل روت لحاله هون هاي البلتل ميزيو بقل و ديستو بقل اذا الفركation وين هتكون الفركation باتجاه البقل بالنص بدخلها بيدخل بين الميزيال والدستل او لما اطلع على السن ميزيلي رح يبين معي البلتل والميزيو بقل وين بدخله من الميزيال بيدخل بين البلتل والميزيو بقل طب لما دخله ديستلي بيدخل برضه بين البلتل والدستو بقل بهاي المنطقة اذا انا بس مطلوب يعني اتخيل شو الجذور او وين موقعها عشان اعرف وين الفوركيشن الابر فرست بريمولر عبارة عن تو روتز باكل وبلتل باكل وبلتل عشان تحفظوا الاماكن دايما الابر في بلتل روت فالابر في عنا باكل وبلتل تو فوركيشن اريا اذا في جذر بلتل وفي جذر باكل الان من ادخل البروب ميزيل ودستل يعني بنص بين الباكل والبلتل من جهة الميزيل وبين الباكل والبلتل من جهة الديستل لو طلعنا عليهم هون هاي مكزيلري فرست بريمولر راح نلاقي جذر بلتل وجذر باكل يا اما بدخله من جهة الميزيل يا اما بدخله هيك من جهة الديستل اللاور مولر التو روتز تبعته ميزيل وديستل وين حكي انا في بلتل روت بالابر صح فباللاور مولر في ميزيل روت وديستل روت إذن الفوركيشن تبعتهم ونوندها تكون من البكل واللينجول إذن هون هاي المانديبيلر فرست مولر فيه عندنا ميزيال وديستل إذن هاي المنطقة اللي أنا بتطلع من ناحيتها هي البكل بدخل البروب من هون عشان أفحص منطقة البكل وبدخل البروب من هون عشان أفحص منطقة اللينجول طيب أنا كيف دي أفحص هاي المناطق فيه عندنا بروب اسمه نيبر بروب نيبر بروب شوفوا جاي كيربت هيك النابل بروب هاض is used to enter the forcation area but because the forcation area is deep لأنه الforcation area منطقة ديب وبتوقع أن يكون دخول اللي بروب فيها بيدخل بصعوبة هاي الانسترومنت عملوها بشكل كيربت احنا كل بروب عارفين انهم بتيجي واحد اثنين خلاص البروب بيكون مستقيم وعليه الماركس تبعته هذا لا بيجي هيك وكذا this probe is simple the markis probe ليس منها انه ليه حكينا انه بشبه الماركس بروب لو انه لو طلعنا عليه هون منلاقي انه نفس قياسات ماركيس انه في عنا منطقة non color coded بتبلش من صفر بتخلص عن ثلاث بعدين color coded لا 6 مل بعدين non color coded لا 8 بعدين color coded لا 11 ايه سوري لا 9 اوكي فهو نفس القياسات تاعد ماركيس بروب اوكي هو two color coded وطوله 12 مل this picture is a cross section for mandibular molar اذا زي ما قسمنا تقسيمة mobility لdegree برضو forcation involvement قسمناها لdegree مسكنا مثلا فرضا السن mandibular molar اللي احنا متطلع عليه هون قسمنا السن او عملنا cross section شلنا coronal part ضل عنا the apical part او root كيف قسمنا degree تبعت forcation involvement لthree degree degree رقم واحد اذا كان البروب neighbor probe بيدخل جوه forcation involvement لحد 3 مل هاي اسمها forcation involvement او degree رقم واحد النوع التاني هو لما يدخل البروب اكتر من 3 مل والنوع التالت لما البروب يدخل throw and throw ايش يعني يعني البروب ادخله من جهة الميزيال يطلع من جهة الدستال اشوفه انا من الجهة التاني اصلا هو curved فبيطلع بسهولة اذا اذا ما كان في forcation involvement هاي منطقة forcation ما في forcation involvement degree zero اذا كان في forcation involvement لحد 3 مل اذا degree one اذا اكتر من 3 مل degree two اذا طلع من الجهة التانية degree three اوكي اسمها throw and throw note it is site specific forcation site specific زي مين زي البروب depth كانت بس على السايت اللي هي موجودة فيه فبيحكي لنا it could be bacle and lingual involvement ممكن يكون في forcation involvement على البacle وعلى lingual بس مش متصلات ببعض فخلص بقيس البacle وبعطي القياس تبعه حسب قديش دخل من البروب وقيس اللي بحط القياس تبعه حسب قديش بحكي انهم degree 3 مجرد ما تطور المرض وصار periodontitis اكتر واتصلوا ببعض بحول البacle لdegree 3 والlingual لdegree 3 المكان اللي في forcation involvement وقديش في forcation involvement لازم اسجله على periodontal charting when we record we should write the degree of the forcation involvement ليه لانه بال forcation وبال mobility في عنا classifications معينة انا ما بحط كمل دخل بال forcation involvement انا بحط degree اللي موجود هون او لما اكون بقيس بالmobility بحط degree تاعة المobility تاعة المiller classification اذا مستحيل نلاقي مثلا بالforcation هذا يكون حاطط رقم 4 ما في degree رقم 4 وما تحاول تحط الملي بتاعون البروب اللي دخلوا جول forcation involvement اوكي فبيحكي لنا هون مثلا انه السن واحد واثنين وثلاث هدول مالهم وخمسة كمان ما فيهم forcation اصلا فما رح نلاقي انه حدا حاطط فيهم forcation involvement او حاط فيهم رقم فانا بترك هم فاضيا لما اروح على tooth four we have baccal and lingual root اذا في عنا mesial and distal forcation involvement هو قاعد بشرح بهاي المنطقة يعني هاي السن رقم four رح نلاقي في two root نقسم هم هو لقسمين mesial و distal هذا الشكل عساس يسهل لك بتعرف انت وين بتدخل ال probe الشغلة الثانية عند الروت في عنا مثلا palatal root عند المولر فاحنا مستحيل حدا يكون قاعد بدخل forcation او neighbor probe في منطقة البلتال فهم مضللينها عشان انت ما تستخدم او ما تجرب الدخل البروب بهاي المنطقة وحط لك triangle لكل مكان ممكن يكون في forcation involvement عساس تحاول تدخل ال neighbor probe بهذيك المنطقة هذا حكي نفس اللي حكينا بيحكي لنا we don't have forcation involvement we don't write zero it's just left empty اذا انا بالاماكن اللي ما بلاقي فيها forcation involvement بتركها فاضي ما بحط zero حتى بالmobility حكينا اذا لقناها ما فيها mobility او degree zero طيب وصلنا ل clinical attachment loss شو هي clinical attachment loss هي المسافة من cemento inamil junction لل base of the bucket يعني هاي ما بتهمني بالclinical attachment loss اللي بهمني المسافة من cemento inamil junction ل نهاية depth of the bucket احنا مبدئيا عشان نكون فهمين مجرد ما المسك او لمس root لمس cemento اذا في عندي clinical attachment loss مجرد ما انا شفت cemento inamil junction على oral cavity او جو فهم ال patient رح يكون في recession اذا مجرد ما لمست cemento او root دائما اذا شفت cemento inamil junction عرض الواقع في recession شو هي ال cal او شو هي clinical attachment loss هي المسافة بين cemento inamil junction وليس منها clinical لان انا انا اشوف ها ارض الواقع بال probe المس root والشغل الثاني لان هاي المنطقة المفروض تكون connective tissue متصلة بشكل وثيق مع root وفي كمان هنا junctional epithelium ماسك منيح بالroot لما يصير التهاب و inflammation هاي الانسجاب تصير تتاكل فشو attachment loss يعني الاتصال اللي بين connective tissue والroot بيصير له loss وفقدان بسبب الذوبان تاع connective tissue وتاع bone فاطلعوا هون connective tissue اللي هون قلت وصار هذا epithelium layer ونزلت لتحت صار clinical attachment loss البون ذاب فبطل في بين البون والسن فنزل لتحت اكتر واكتر شوفوا هون في المسافة بين cemento enamel junction لا depth هي clinical attachment loss لش سمينها clinical لانه انا ما بعتمد على اشي من صور الاشعة زي مستوى البون انا بعتمد على اشي clinical على بقدر اقيس داخل العيادة اوكي اوكي فمثلا بهاي الصورة بيحكي لنا انه A عبارة عن healthy scenario انه attachment موجود بين tooth وال الperidontium connective tissue واحد لاثنين ميل over the cemento enamel junction الconnection جاي بفوق cemento enamel junction بواحد لاثنين ميل هذا الوضع النورمال او الطبيعي بصورة رقم B و C السلكس الموجود deep سلكس بينتهي تحت cemento enamel junction ايش هي بينتهي تحت cemento enamel junction يعني انا لمست الروت طالما لمست الروت خاص المسافة بنسميته انامل junction والbase of the pocket هاي اسمها cal او clinical attachment loss يعني زاد بصورة رقم C زاد clinical attachment loss وصل الconnective tissue لل BDL وال البون the first attachment that we have that connect the tooth with soft tissue is junction الابثيلي اذا شو اول اشي بتصل بين السن وال soft tissue هو junction الابثيلي احنا درسنا بالمحاضرات the first sign that shows the clinical attachment loss is loss of the gengival connective tissue حكينا ها which is the connective tissue that is found above the crest of alveolar bone اذا هاي الالveolar bone المنطقة هي عبارة عن connective tissue هي المنتصلة بالروت نيجي لأهم شيء بكل هذا اللاب كيف اقيس ال clinical attachment loss خلص احنا حفظنا انه من cemento enamel junction ل base of the pocket طيب كيف اقيس ه بيختلف حسب وين موجودة الجنجival margin لو طلعنا هون الجنجival margin جاي على نفس مستوى cemento enamel junction انا دخلت البروب وطلعت معي القراءة مثلا 6 الستة هي المسافة بين cemento enamel junction و base of the pocket اذا الكل يساوي 6 انتهى الموضوع ماذا طلع معي الكل يساوي نفس المسافة تبعت القراءة تبعت البروب لما يكون الجنجival margin على نفس مستوى cemento enamel junction انا الكل بس اذكركم فيها من cemento enamel junction لل base اوكي فانا بدي من هون لهون هاي المسافة انا ما بدي اياها لما تكون الجنجival margin فوق cemento enamel junction رح يصير الفحص اصعب علي ليه لانو بدي ادخل البروب لما اخدت القراءة طلع معي 9 ايش رح اعمل رح انقص المسافة اللي بين الجنجival margin وال cemento enamel junction دي انقص هاي المسافة هاي المسافة بيكون اصعب شوي فاجيب القياس كامل بنقص منه المسافة بين الجنجival margin و cemento enamel junction بيطلع معي الكل مثلا هون القياس تبع البروب كامل طلع 9 الكل يساوي 6 لانه نقص التلاتة من المسافة اللي جاية من الجنجival margin ل cemento enamel junction النوع الثالث من انواع القراءات الكل هي لما تكون الجنجival margin تحت cemento enamel junction ايش يعني لما انا شايف cemento enamel junction بال oral cavity معناها في عنا recession معناها اللثة النازلة عن او منحسرة عن مستوى cemento enamel junction طيب بهاي الحالة كيف احنا منقدر نقيس الكل بنرجع كم مرة الكل يساوي المسافة بين cemento enamel junction ل base of the pocket طيب هاي cemento enamel junction هاي base of the pocket اذا القراءة تبعت البروب ما رح تكون كافية تحكي كم الكل شو بدي أعمل بدي أخذ القراءة تبعت البروب هاي وأزيد عليها المسافة تبعت الريسيشن الموجودة من هون لهون اذا طلع معه القراءة تبعت البروب 3 مل والريسيشن 3 مل اذا الكل يساوي 6 بشكل مختصر الفرد بين مستوى الجنجو المارجن بيغير كيفية قراءة الكل الاتاشمنت لوس ولكن دائما هو نفس المبدأ من سمنتو نعمل جنجشن للبيز طب شو أعمل عشان أسهل عحالي بحفظ هاي الجملة وخلص بقدر أطبقها طالما أنا فاهمها وطالما أنا لبروب لمس الجذر معناها في طالما أنا شفت سمنتو نعمل جنجشن معناها في ريسيشن انتهى بيحكي لنا بشكل مختصر إذا قراءتي موجودة تحت سمنتو نعمل جنكشن إذا كانت موجودة تحت سمنتو نعمل جنكشن معناها في ريسيشن أنا شايف سمنتو نعمل جنكشن قدامي إذا شفت وفي ريسيشن معناها في تأكل بي البريدونتيوم وهذا الإشي مش هلثي حتى لو كانت القراءة بعد ريسيشن واحد يعني هنا في ريسيشن القراءة تحت البروب طلعت واحد طلعت اثنين مش المفروض واحد واثنين يكون هلثي إلا إذا كانت ريسيشن إلا إذا كانت تحت سمنتو نعمل جنكشن هذ الإشي يعتبر في ريسيشن و ديزيز تحكي لنا القراءة إذا كانت أربعة خمسة ستة حتى لو كان ريسيشن فوق بوكت بحكي لنا عن القراءة تاعة البروب لما أنا دخلها جوه البوكت وتطلع ديب يعني أكتر من تطلع أربعة خمسة ستة أو أكتر يعني هاي القراءة ممكن تكون ترو بوكت يعني فعلا البروب دخل على منطقة الجذر ولمس الجذر وفي بوين لوس وفي نازل تحت تمنت أعمل جنكشن هاي اسمها ترو بوكت إش يعني ترو بوكت يعني صار ديزيز صار بريدون تايتس أدى لهاي البوكت يا أما نوع تاني من البوكت اسمها فولس بوكت إش يعني فولس بوكت أو سودو بوكت إش يعني يعني أنه البروب لسه توق سما سن أعمل جنكشن والبروب لسه ما لمس الجذر إذن ما في ما في ريسيشن ما في أي شي ما في بريدونتايتس ولا شو اللي خلى القراءة توصل لخمسة وستة إنه يكون في اديما أو جينجفل انلارجمنت بمنطقة الليثة الليثة هاي انتفخت صارها سوولن وانتفاخها قد أن القراءة تكون خمسة وستة وأكتر ولكن هاي فولس بوكت ما بدلني على ديزيز أو بريدونتايتس أو كلينكالاتاتشمنت لوس لأنه الاتاتشمنت لساته موجود هاي طيب متى إحنا ممكن نشوف الفولس بوكت لما يكون البيشنت ماشي على أدوية معينة زي مرضى الضغط مرضى الإبليبسي أو الصرع السايكلوسبورين الناس اللي بتأخذ أدوية بتخفض المناعة زي مرضى السرطان الله يشفيهم ويعافيهم برضو الناس اللي عندها باد أورال هيجين بتكون هما ما بفرشو سانهم كتير فالليثة بتنتفخ وبيصير إدمة بسبب الإنفلاميشن بتأدي لأنه يصير على فولس بوكت أو القراءات تحت اللي برو بتكون كبيرة they will have high reading for pocket depth this can be removed with improving oral hygiene فأنا كيف ممكن أحسن هذا الوضع بإني أحسن الأورال هيجين عن طريق الإدوكيشن والموتيفيشن والإنستركشن وبعمل scaling للتيث ليه بعمل scaling لأنه شوفوا هاي البوكت صحيح إنها فوق سمنتو إنها من الجنكشن ولكنها ديب فممكن البلاك يتراكم جواها إذا وصل لهون البلاك عادي ممكن يطلع بالفرشاي ولكن إذا وصل لهون صعب جدا يطلع بالفرشاي فأنا بعمل scaling عشان أطلع البلاك قبل ما يصير كالكولوس أو إذا صار كالكولوس ماهم إن ينظف المكان إذا كانت بسبب ميديكيشن إيش بعمل أول شي باخد يعني باخد استشارة من الطبيب المختص بهذا البايشن بعدين لما الطبيب يقترح إنه يوقف هذا الدواء أنا إيش بعمل بعمل جنجفكتومي إيش يعني يعني اللثة بتكون ضلت مرتفعة بعد انقطاع الدواء فبقص اللثة للمكان اللي أنا بديه يعني لو هاي اللثة لهون أنا بس بقصها لهون أترك اثنين لثلاتة بوكت دفث والباقي بشيله عن طريق الليزر أو بأي طريقة تعني نوت يعني حتى لو كانت البوكت ديب كتير برضو جنكشن الإبثيليم هو الموجود هو أول اتصال بالبيزو في البوكت أول اتصال بين السن والجنجفة فدائما بكون موجود ولكن مكانه هو اللي بختلف بنزل لتحت أو بتغير مكانه حسب الريسيشن والدستركشن اللي بيصير بالبريدونتيوم حكيناهم هدول الكريتيريا رقم أربعة توقال اللي رح نحكي عنها بالبريدونتي التشارتينج هي لبلاك اندكس شو يعني بلاك اندكس بدي أفحص هذا السن عليه بلاك أو لا هل البلاك بدلني إذا اللثة صحية أو لا صراحة ما بدلني ما بعطيني دياغنوسز ما بعطيني تشخيص لهاي اللثة ولكن بساعدني أعرف هل هذا البايشن عنده بلاك كونترول ولا ما عنده بلاك كونترول هل هو معتني بيه تنظيف أسنانه ولا لا الفكرة وين انه احنا عارفين انه البايشن بيجي على العيادة الأسنان هم فرش أسنانه وينو ولكن يعني رح يبين معك لو انت جيت على العيادة وصلك أسبوعين مش مفرش أسنانك وفرشيت بس قبل العيادة رح يبين ليه لانه احنا منفحص وجود البلاك أو عدم وجوده بكل الأسنان بكل السايتس فلو انت فرشت سنان قبل ما تيجي رح يكون أكيد في بلاك ضايل مثلا بالبروكسيمال أريا بالأماكن الفرشاي ما وصلتها وحتى بالأسطح السموث اللي واضحة للفرشاي مرات ما بتشيل كل البلاك لما يكون البلاك كميتو كبير أو صر له زمان أوكي فبيحكينا why do we need index of black ليه بدنا أصلا نفحص البلاك لأنه هو اللي بيميز لي وجود الانيشياتينج فاكتور أو إنه ما في initiياتينج فاكتور والبيشن محافظ على البلاك كونترول البلاك ما من قسمه حسب الدقري أو حسب الكلاسيفكيشن زي الفوركيشن وزي الموبليتي ولكن قسمه حسب البرسنتج حسب نسبة مئوية قداش النسبة المئوية وبناء عليها منقرر هل هو محافظ على صحة أسنانه بفرشيهم أولا the list the percentage كل ما كان البرسنتج أقل كل ما كان هو محافظ على البلاك كونترول أكتر إذا كان 40% بيكون أحسن من البني آدم اللي لقيني عنده بلاك 80% فكل ما كان أقل النسبة كل ما كان البلاك كونترول عنده أحسن طيب إجا عنا أولري إندكس زي الكلاسيفكيشن اللي كنا نحكي عنهم قبل شوي هذا إندكس إندكس يعني دليل على وجود الشيء أو عدم وجوده ففي عنا عالم اسمه أولري عمل إندكس هذا الإندكس بدلنا يا إما presence of black أو absence of black يعني هذا السن عليه بلاك أو ما عليه بلاك ما عنا قياسات فيه كمية كذا أو الكمية كذا بس موجود أو مش موجود there are four sites لكل توث هذا أول إندكس أو أول كريتيريا بنحكي عنها وبيكون بس أربعة سايتس كل اللي حكناه من قبل كانوا six sites فالبلاك دايما أربعة سايتس وإحفظوها أوكي شو هم الأربعة سايتس ميزيال وديستل وبكل وبلتل طب الميزيال والديستل كنا نفحصهم مرة من البكل ومرة من البلتل هسه لما صاره بس مرة واحدة من وين نفحصهم نفحصهم من البكل surface طيب كيف أعرف إنه في presence أو absence كيف أعرف بيحكي لنا إنه we move the probe بنحرك البروب بمنطقة cervical third ليه بالcervical third لأنه هي أكتر مكان بيجمع فيه البلاك بيحكي لنا بس أمرق البروب على cervical third a little bit بدخله inside the gingival silcus مو كتير مش زي كإني بفحص الوكالدبث بس إنه بدخله ندفي جوة gingival silcus whenever we remove black مجرد ما حركت البروب ولقيت إنه البروب صار عليه black بحط نقطة بالسايت اللي أنا كنت فيه note black is different than calculus البلاك مجزي الكالكولوس البلاك بيكون softer than calculus بنشال بالفرشاي بنشال بالبروب بيكون لسه طوطري بيكون لسه ما صار له mineralized لما يضل remain لفترة طويلة على سطح السن بيصير له mineralized بيتكلس بيصير رجد أكتر وصلب أكتر بيصير calculus ما بينشال بالبروب ما بينشال بفرشاي الأسنان بطر أشيله بأدوات تانية طيب حكينا قبل شوي إنه البلاك بنفحصه بpercentage بنسبة مئوية طب كيف نفحصها أو كيف نسجل بيرسنتage لنا ساعة منسجل نقاط يا أما presence يا أما absence بيحكينا إنه فيه عنا full mouth black score كمية البلاك الموجودة بكل الفم عشان تطلع لي نسبة مئوية كيف أفحصها أو كيف أقيسها بيحكينا بنوخد total number of sites with black يعني بعد الأماكن اللي أنا حطيت فيها نقاط وبقسمها على عدد السايت كلهم اللي أنا فحصتهم فيهم بلاك أو ما فيهم بلاك فكمية السايت اللي فيهم بلاك على عدد السايت كلهم بيعطيني نسبة مئوية هاي النسبة المئوية بديلني قديش فيه بلاك كونترول عند هذا البيشنت طب كيف أعرف كم السايت أنا فحصت بجيب عدد الأسنان اللي أنا فحصتهم بضربهم بأربعة شو هم الأربعة اللي هم السايت أنا بكر اللي ميزي اللي بديستلة كل سن فعدد الأسنان ضرب أربعة بيعطيني عدد السايت كلهم اللي أنا فحصتهم والبست بيكون شو العدد الدوتس اللي أنا حطيتهم عدد الأماكن اللي فيهم بلاك عادة بيطلع معنا عدد السايت اللي هم عدد الأسنان ضرب أربعة بيكون 112 لأنه إحنا منفحص 28 سن مش 32 لأنه 8 excluded الوزدم تيث أو الثيرد مولر عادة إحنا منستثني فبضل عنا 28 سن إلا إذا كان البيشنط خالع أسنان من هدول 28 سن الـ site سيحقله عن 112 site يحكينا It's impossible to have zero percentage مستحيل ألاقي patient عنده نسبة البلاك صفر بالمية رغم أنه كل البيشنط بيجونه هم يفرشين أسنانهم هذا الدليل أنه تفرش الأسنان مرة واحدة قبل ما تيجيني على العيادة وإنتي لك أسبوعين مش نفرش ما رح يلغي وجود البلاك كامل عن كل because we always have bacteria دائما عندنا بكتيريا بالفم حتى لو أنت يفرشي أسنانك ودائما فيه مايكروفلورا دائما البني آدم بيضل يأكل فبيضل فيه بلاك متراكم على الأسنان كمية التراكم هي اللي بتفرق من patient لpatient بيحكي لنا إذا كانت النسبة 10% أو أقل فهذا excellent oral hygiene محافظ على صحة الفم إذا كانت من 10% ل 25% معناها فيه adequate oral hygiene يعني هو محافظ على يعني كمية البلاك كونترول اللي هو عاملها it's good, acceptable إذا كانت أكثر من 25% معناها need intervention شو الانترفنشن اللي أنا بعمله instruction و motivation و education وبعلمه كيف فرش سنانه بحافظه أكثر أنه في فرش سنانه ممكن intervention تكون scaling أو route planning أو هكذا أوكي وصلنا تقريبا للكريتيريا الأخيرة هي bleeding and probing أهم كريتيريا بكل الأشياء اللي حكيناها قبل ليه؟ لأن هاي الكريتيريا بدلني على diagnosis وأنا أصلا بعمل examination عشان diagnosis خيب يحكي لنا in our periodontal chart we must record something related to the degree of inflammation لازم أفحص إشي يكون إلو علاقة بالدرجة الانفلاميشن الموجودة باللثة لما يكون في inflammation ممكن يكون في تغير بالcolor منلاقي إنه لثة فيها redness أكتر لونها أحمر أكتر بسبب dilated blood vessels والpermeability اللي بتزيد بالblood vessels وهكذا فبيكون في blood vessels أكتر dilated أكتر فيها permeable أكتر فبيكون structure redness أكتر في تغيرات أخرى زي texture بيكون مش stippled gingiva بتكون edematous swollen ومبين إنها نافخة شغلة الثالثة shape شكل اللثة ما بتكون scalloped بتكون thickened ايشين thickened يعني إنها thickenست تبعها أكتر من الوضع الطبيعي الedge تبعتها ما منلاقيها knife edge منلاقيها rolled ايش يعني rolled يعني إنها منتفخة لدرجة مو knife edge ما شي مع سطح السن لا منتفخة زي كأنها rolled ok as well as the bleeding of the gingiva منلاقي إنه اللثة بصير لها bleeding لما البني قادم فرشي سنعنا كل هاي الكريتيريا اللي احنا حكناها بدلنا على درجة الinflammation ولكن إيش مشكلة هاي الكريتيريا إنها كلها كانت subjective إيشين subjective يعني أنا ممكن أشوف هاي اللثة وأحكي آه والله إنها محمر جاي عارد نس أكتر فهاي خلاص inflamed تيجي أنت نفسك تشوف هاي اللثة بتحكي لها هاي أنا شايفها بين كش ولونها عزهر وامورها تمام أنا شايفها healthy ففكرت إنه أنا وياك نختلف هاي مشكلة لإنه أنا بحكي إنها الpatient هاي البريدونت يمتبعها diseased وإنت بتحكي لإنه health يعني إحنا عم نخاطر بتريتمنت بلان كاملة لهذا الpatient فهاي مشكلة إحنا شو من نعمل نلاقي كريتيريا تكون objective إيش هنا objective يعني أجي أنا وإنت وكل الكوكب نشوف هاي الشغلة ما نتناقش فيها خلص تكون إشي واضح زي شو زي يعني مجرد ما دخلت البروب يصير في بليدين بهذا المكان ما رح يجي بني آدم يحكي لهون ما في هي نقطة حمرة طالعة من السلكس خلص واضحة فيهم بليدين أو ما في بليدين إشي واضح ما في خلاف once we note bleeding while probing we indicate how inflamed the gingiva is بنفس الطريقة تاعة البلاك منحط نسبة مئوية كم كمية السايتس اللي صار فيها بليدين والنسبة المئوية بدلني على قديش أو درجة الانفلاميشن تاعة هاي الجنجiva inflammation is site specific زي مين زي البروبين دبث إحنا من قيس البليدين و البروبين حسب 6 سايت بير توث ثلاثة بكل و ثلاثة lingual حسب عدد الأماكن تاعة البليدين بدلني كمية ال inflammation إذن بس نراجع معلومة مهمة إنه كل الأشياء اللي حكيناها كانت 6 sites يا جماعة إلا شو إلا البلاك كان 4 sites مهم طيب how to examine البليدين ونبروبين كيف أفحصه we should reach the base of the sulcus لازم لما إحنا نفحصه أو البوكت ليه لأنه عادة بيكون inflammation نازلة تحت أكتر شيء أبكلي فأنا بدي أوصل ل inflammation عشان إذا في bleeding بده يطلع أو في visils جايين بهاي المنطقة يعرف إنه في bleeding بهاي المنطقة the inflammation is located at the base of the bucket بيحكينا البليدين and probing وال pocket depth are examined at the same time ليه عشان ما أرجع أدخل مرتين مرة عشان أقيس كمية pocket depth ومر عشان نشوف bleeding فأنا خاص مرة وحدة بدخل بقيس ال probing depth وبطلع باستنى 10 ل30 ثانية وبرجع بتطلع على السن اللي أنا فحصته إذا طلع نقطة حمراء معناها هون في bleeding معناها بسجله أنه في هون inflammation ما طلع معناها ما في bleeding و degree of inflammation is variant among patients among sites of the gingiva ليه أنا بستنى أصلا 10 ل30 ثانية لأن في ناس تكون عندها مثلا المدخنين بيكون عندهم blood vessels constricted حتى لو في inflammation عالي بتكون bleeding أقل فأنا بستنى من 10 ل30 ثانية عشان لو في bleeding ناوي يطلع أستنى ويطلع عشان أشوفه طيب full mouth bleeding score نفس score تاعت البلاك من جيس total number of sites اللي صار فيها bleeding على كل السايت اللي أنا فحصتهم ولكن هون السايت عددهم 6 البلاك كان السايت عددهم 4 فعدد السايت لو كانوا الأسنان كلهم موجودين يعني 28 سن كلهم موجودين رح يكون always 168 site except إذا كان في أشياء extracted في الpatient خالع عدد من الأسنان عدد الأسنان عدد السايت اللي فيهم bleeding على total number of sites النسبة المئوية اللي بدأت أطلع لي شو رح أستفيد منها رح تفرق لي بين الhealth بريدونتيوم و disease بريدونتيوم أول شي بحكي لنا up to 10% يعني الناس اللي وصل لبليدين عندها لاحظ 10% و accepted يعتبر health إذا البيدين 10% ما في cal ما في cal إذن الوضع healthy البيدين 10% وفي cal معناها في بريدونتيتس مجرد ما شفنا cal لمسنا ال root إذن في بريدونتيتس في clinical attachment loss إذا طلع أكتر من 10% في بليدين ولكن ما في cal يعني لغينا كلمة بريدونتيتس أكتر من 10% إذن مش health شو بضل عنا التصنيف الثالث أو المرض الثالث اللي هو جينجيفيتس إذن لحد 10% normal 10% وفي cal بريدونتيتس خلاص طلنا في cal بريدونتيتس انتهى الموضوع أكتر من 10% وما في cal إذن جينجيفيتس عشان نلخص كل الأشياء اللي حكيناها ومنفحص هدول الأشياء اللي أنا كاتبها هون بالترتيب بالترتيب أوكي أول شي البلاك إندكس ليه بفحصه بالأول لأنه إذا روحت نفحص ال بروبينج دبث بالأول رح يروح لبلاك لأنه هو إش كتير صفت ورح مجرد ما يلمس لبروب فأنا بفحص البلاك بالأول بعدين لبروبينج دبث البلاك إندكس كم سايت فور صارت الفحص الثاني اللي بفحصه هو البريدونج دبث بيحكي لنا من الجنجيف المارجن لبيزوف تسلكس بعدين بستنى عشرة لتلاتين ثانية برجع واتطلع على الأماكن اللي أنا عملت فيها بروبينج دبث بشوف هل في بليدنج أو ما في بليدنج مش برجع بدخل البروب مرة ثانية بعدين بضلع لنا الفحصين الأخيرات اللي هي الكال والريسيشن clinical attachment loss of connective tissue of the جنجيف شو هو clinical attachment loss المسافة بين cement وانهم الجنجشن والبايز of the pocket الريسيشن لما أنا أكون شايفة cement وانهم الجنجشن على الأوري الكافيتي قدامي هو المسافة بين cement وانهم الجنجشن للجنجيف المارجن وهدول حكيناهم لما تعلمنا كيف نقيس الكال طيب وصلنا لآخر إشي كيف أعبي التشارت أغلب الأشياء اللي حكيناها كانت أصلا عن طريق التعبية للتشارت ولكن we must know the definition to know what we are going to write and where we are going to write يعني لازم أن أكون عارفة تعريف كل واحدة من هدول يعني شو استفت لو أنا عارف كلمة كال ومش عارف قياسها من وين لازم أكون عارف أنها من cement القياسات لازم أكون عارفها the definition لازم أكون عارفه الشغل التعني لازم أكون عارف أنا كل واحد كيف أدخله يعني لو بدي أدخل فوركيشن لازم أكون عارفة أنه بدخله عن طريق degree عن طريق الـ مش عن طريق كمل دخل لو بدي أدخل مثلا pleading on probing أو لازم أدخله عن طريق نقاط مش أرقام لو بدي أدخل أرقام وهاكذا فلازم أكون أنا عارفة وحافظة كيف طريق التدخيل المعلومات على هادلتشارت بيحكي أول شي we move tooth by tooth بمشي سن سن and measure all the criteria for it يعني بمسك السن الواحد بقيس كل الكريتيريا إلو بعدين بروح عليه جنبه always measure the pocket depth with bleeding on probing ما بفحص the bleeding لحال وال probing لحال الاثنين مع بعض to decrease the time that I enter my probe into the sulcus and to avoid hurting it عشان ما متألم ومش كومفورتبل أنا بدخله مرة واحدة بال pocket depth عشان أقيس ال PPD وبعدين the bleeding بيبين معي بعدها بعشرة لثلاثين ثانية بيحكي لنا the bleeding بعد ثلاثين ثانية after probing so measure the pocket and move to the second tooth then check bleeding again يعني أنا بروح على السن اللي بعده بيكون مر مثلاً عشرة ثوانية وشرين ثانية برجع بتطلع على السن اللي أنا فحصته قبل شوي when we check the plaque and bleeding we just need to put the dot or leave it empty يا أما موجود present يا أما absent while in the other major we put a number presents or our reading أوكي الأشياء الثانية منحط أرقام بس بال black والbleeding منحط نقاط هذا عشان بس أنه تتدربوا أكتر وهيك منكون خلصنا يعطيكم ألف عافية